نحن استعراض العضلات في محاول الإرهاب بيمارسها الطيار اللي يسمى نفسه إسلامي مش أكتر من كده لأن أنا بعتقد أن هذا الحكم اللي هو صدر ضد عدل الإمام في الاستئناف مئة في المئة ها يلغى لأن الحكم كله ضد المنطق مش ضد القانون ضد المنطق لأن زي ما كان طارق ونا نتكلم في الفصل تبتحكم مين يعني؟ تبتحكم خيالي يعني الفن السينما خيالي ووسائل التعبير الإنساني لا تخضع لأي قوانين غير للقواعد الخاصة بكل أدب وكل فن يعني ما تخضعش أبدا لذلك حتى في كل بلاد العالم الأضايا اللي زي دي تبقى لها محاكم خاصة فيها خبراء من لو كانت ده مقطع من فيلم النوم في العسل أعتقده من أبدأ الأفلام في السينما المصرية يعني هي واحد من أجملها وأعمقها كمان فكل المحاكم في العالم لما تتترك لأضايا زي دي بيبقى فيه خبراء من نقاط هذا الفن أو هذا الأدب يعني فيه نقد أدبي لو الأمر يتعلق برواية فيه نقد سينمائي لو الأمر يتعلق بيبقى فيه برضو حد متخص في الطب يعني يعني فلما يبقى بمعانة حكم زي ده من أعلى محكمة اللي هي المحكمة الإدارية العليا بيتكلم على الفنون إنها وبيقول كده إنها لا تخضع إلا للقواعد المعينة الخاصة بكل أدب أو فن يعني هو الرجل دي المحكمة الإدارية العليا يبقى يجي قاضي في محكمة جنح يقول لا ما تخضعش البتاع ويروح رازح حكم غريب جدا يعني أنا مستغرب جدا الحكم لأنه مأملوش أي منطق